والصلاة والسلام على رسول الله لا تنسى الاشتراك في القناة أخي الكريم وتفعيل زر جرس ليصلك أي جديد مرحبا بكم إخواني الكرام مرحبا بكم متابعين الأوفية في فيديو جديد وموضوع جديد على قناتكم اليوم لدينا موضوع بعنوان 500 ألف منصب شغل في القطاع الاختصادي ستستغلها إن شاء الله في التوظيف بعد التصريح لوزير العمل والتشغيل الهاشمي جعبو في منشور له على جريدة النهار سوف نذهب مباشرة إلى جهاز اللابتوب لنطيل عليكم الفيديو إخواني الكرام وسوف نقرأ لكم كل ما جاء في الموضوع سوف نتناول إياكم موضوعنا لنهار اليوم قبل أن نذهب إلى المنشور نطلب منكم إخواني الكرام التفاعل ودعمنا بضغط على زر الإعجاب لهذا الفيديو ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم ليستفيد الجميع يبقوا معنا لتذهبوا بعيدا فاصل ثم نعود ها قال عدنا إليكم إخواني الكرام كما تشاهدون فزير العمل وتشغيل الهاجمي جعبوب يصرح 500 ألف منصب شغل في القطاع الاقتصادي سوف نستغلها في التوظيف وأسفل المنشور إخواني الكرام قال إن نسبة ترصيم العمال المتعاقدين بلغت 0% خلال 2020 وقال سوف أوجه تعليمات بترصيم المتعاقدين في منصبهم ومن غير المعقول أن يتم تعويض المريض بـ 200 دينار عن أشيعة كلفتها 2000 دينار كشف وزير العمل وتشغيل والضمان اجتماعي عن أرقام صادمة وفاضحة شملت ملف ترصيم العمال المتعاقدين من طرف مسؤولين سابقين حيث قال أن نسبة الترصيم منذ بداية السنة الجارية بلغت 0% وهو ما يعد صراحة ضربا لتعليمات الحكومة عرض الحائط وقال أيضا الهاشمي جعبوت المسؤول أول عن قطاع العمل خلال جلسة الاستماع التي خصصت له من طرف أعضاء اللجنة المالية والميزانية في المجلد الشعبي الوطني إلا أن نسبة ترصيم العمال المتعاقدين كانت ضعيفة العام الماضي إذ بلغت 12% أما نسبة 2020 فقد انعدمت كليا لتبلغ 0% مؤكدا في رده على تدخل أحد أعضاء اللجنة بأنه سيوجه تعليمات من أجل ترصيم المتعاقدين في مناصبهم قبل تعيينهم في مناصب ذات نوعية بموجب اتفاقية يتم بين العامل المتعاقد والإدارة التي يشغل فيها مشيرا هنا حسب ما أفده بأنه النائب هوري في غريسه في تصرح خص به جريد النهار إلى غياب التنسيق بين العديد من القطاعات الوزارية خاصة بالذكر ثلاث قطاعات وزارية وتعلق الأمر بالتربية الوطنية والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وكذا الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وشدد الوزير جعبوب على ضرورة توجه في القطاع الاقتصادي مستقبلا الذي يوفر 500 ألف منصيب شغل وهو رقم على دون التمكن من استغلالها بسبب البريقراطية الممارسة هناك في الإدارات وبشأن أسعار المحتمدة من طرف الأطباء الخواص وأصحاب مركز الأشياء الطبية ومقارنتها بتعويض الصندوق الوطني للضمان اجتماعي أفد الوزير بأنها سيتم إعادة النظر فيها من خلال مرجعة اتفاقية المبرمة بين دائرتين الوزارة والخواص وقال من غير المعقول أن يتم تعويض 100 دينار على أشعة يدفع عليها المريض ألف دينار ولدى تطرقه لملف التقاعد تعاهد وزير العمل والتشغيل والضمان اجتماعي بأعدة النظر في الطريقة التي يسير بها الصندوق الوطني للتقاعد للتخلص من العجز الذي يعرفهم وظيفا التقاعد يشكل لنا مشكلة كبيرة وسوف نعيد النظر في سياسة تسيري حيث دعا هذا النائب هواري تغريسي إلى العمل بنظام التقاعد المسبق ببلغ 55 سنة و 32 سنة خدمة مع تمكين العامل من شراء سنوات التقاعد أي سنوات التقاعد طلب منهم هذا النائب أن تكون على سن 55 ومن يعمل 32 سنة فعلية فيسمح له بتقاعد دون بلوغه 6 سنة وهو ما نتمنى لكي يمكن وبه تكون فرص عمل للشباب الذين ينتظرون دورهم كانوا أصحاب الإدماج أو عقول ما قبل تشغيل في مختلف القطاعات والوزارات والمديريات أو خريج جامعات وهو ما يمكنهم من حصول على منصب عمل دائمة وهو ما نتمناه إن شاء الله وأي جديد سوف نرفعه على القناة هنا نأتي إخواني الكرام لننتهي من هذا الفيديو وهذا موضوعي معكم لنهار اليوم أتمنى مني أني أفدتكم واستفدتم من هذا الفيديو من هذا الشرح كنت معكم من قناة إكسب لا تنسى دعم هذا المقطع بزر الإعجاب إخواني أخوتي وشكرا لكم مبارك الله فيكم في فيديو جديد وموضوع قادم على قناتكم إكسب ما تبقى مني أن أودعكم وأقول لكم طب يومكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في موضوع جديد وفيديو قادم إن شاء الله